كان سكان قرية آيلة المطلة على البحر يعيشون على صيد الحيتان وكان محرم عليهم الصيد في يوم السبت من كل أسبوع وبسبب فسادهم وظلمهم كان الرزق يختفي طوال أيام الأسبوع ولا يظهر السمك إلا في يوم السبت استيقظ يا ميمون استيقظ لقد أبحر مركب سمحون وسيصيد الحيتان قبلك لقد فرغ الطعام من بيتنا يجب أن تعود بصيد وفير ها بصيد وفير سوف تكون أكبر الأسماك من نصيبي وستعرفين قيمة زوجك ميمون شيخ الصيادين وكبيرهم في قرية أيلة أين ذهب السمك يا عمون؟ لا أدري يا كبير الصيادين ربما تحتاج إلى أن تبتعد أكثر في عرض البحر أكثر من هذا؟ إنني لا أرى الشاطئ هل أنتم متأكدون أن الشباك سليمة؟ فحصتها بنفسي قبل الإبحار كيف لا تظهر سمكة واحدة؟ هذه إرادة الله يا شمخون يا أخي على الصياد أن يبذل الجهد أما الصيد نفسه فهو رزق من الله نحن لا نفعل شيئا يوم السبت كما تأمرنا شريعتنا فلماذا يعقبون الله؟ هذا سؤال لا يليق الله يمتحن عباده بالخير والشر أيضا إنهم تحانوا الصبر ويجب أن تكون شاكرا في كل الأحوال لماذا يقترب منا قرب ميمون هكذا؟ العاصفة شديدة هل نعود إلى القرية؟ عد أنت لن أرجع إلا بصيد وفير قل إن شاء الله يا ميمون ما هذا؟ نار في يوم السبت؟ ها ها وما المانع؟ هذا حرام تنهان شريعة التوراة عن إشعال النار في يوم السبت ولكن البرد شديد تكاد أطرافنا تتجمد من البرودة هيا لنذهب إلى المعبد حيث دفء القلب بالصلاة والتضرع إلى الله ميمون يا ميمون هل ستمضي حياتك كلها نائما؟ اليوم السبت يوم التوقف عن العمل لماذا توقذينني؟ الرجال سيذهبون جميعا للصلاة طالبا للرزق أنا أتعبد هنا وأنا نائم معك حق نوم الظالم عبادة انظر انظر يا شمخون انظر لا أصدق ما كل هذه الأسماك؟ إنها تكفي لإطعام قرية عاما بأكمله هيا بنا هيا لنصيدها هل جننت؟ اليوم هو السبت أيها الأحمق ممنوع علينا الصيد في يوم السبت نعم نعم تذكرت ولكنها فرصة وماذا سنقول لرب موسى عندما نلقاه؟ كنا ننتهز الفرصة؟ إننا جوعا وفقراء فقراء ألن يغضب الله إذا نزلنا إلى الصيد في يوم التحريب؟ هل تظن ذلك؟ ما رأيك أنت؟ اتقوا الله ألا يكفيكم ما نحن فيه من ابتلاء؟ سنصيد في صباح الغد بإذن الله كما تأمرنا الشريعة أين ذهبت الأسماك؟ وأين ذهبت الأنواع الضخمة؟ لقد كنا نراها بأعيننا وهي تقفز في الماء لا أعلم كيف تختفي كل هذه الأسماك في لمح البصر هل نتوغل في داخل البحر أكثر يا سيدي؟ لا فائدة فلنعب هيا بنا لقد اجتمعنا اليوم لنبحث هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة اختفاء السمك إن الشباك تعود من البحر وهي مبتلة بالماء المالح ولا سمك هناك أحسنت التعبير يا سيدي إن الشتاء في هذا العام شديد البرودة فمن أين نطعم أنفسنا وأبناءنا؟ الأسماك تتصرف كما لو كانت تخذنا إنها تظهر في اليوم الذي تعرف أن الصيد محرم فيه ثم تختفي بقية أيام الأسبوع هذا صحيح يا رجال إن الأسماك تتحدانا اسمعوني يا أبناء قرية أيلة إن الله يمتحننا بما يحدث فلنصبر ولنجتهد في الخروج إلى البحر ولنستمر في محاولة الصيد من يدري؟ عسى الله أن يرفع عنا البلاء ويوسع في أرزاقنا هذا استسلام يا سمحون إن الأسماك تمكر بنا وتتعامل معنا بأكبر قدر من المكر والخديعة ولن نتركها تعبث بنا بعد اليوم ما معنى هذا الكلام؟ سوف نرى لماذا جمعتنا يا شيخ الصيادين؟ حتى نحزم أمرنا ونحل مشكلة الطعام كيف؟ هل هذا بإمكاننا؟ نعم بإمكاننا فعل الكثير اسمعوني جيدا إن الأسماك تمكر بنا فلماذا لا نمكر بها نحن أيضا؟ مع معذرة لا لا أفهم قصدك سنلقي شباكنا في البحر يوم السبت فتمتلئ بالحيتان لكن الصيد محرم يوم السبت لا تقاطعني أيها الأحمق قلت سنلقي بالشباك فقط في يوم السبت لنحجز الأسماك وعندما يبزغ فجر يوم الأحد نغلق الشباك على الأسماك قبل أن تتسرب إلى البحر وبهذا نكون قد وفينا بتعاليم شريعتنا التي تحرم الصيد يوم السبت وفي الوقت نفسه نكون قد أنقذنا أنفسنا وأولادنا من الجوع رأي عظيم أحسنت هيا يا شمخود أسرع أحكمت وضع الشباك يا كبير الصيادين أخفض صوتك ستوقظ أهل القرية بصياحك هكذا هيا بنا الآن تفرقوا واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صباح الخير يا ميمون أتمنى لك صيدا طيبا ها وأنا كذلك أين شباك الصيد؟ هل ستصيد من غير شباك؟ نعم أقصد لا لقد نسيتها سأذهب لإحضارها سمحون سيشك فينا الآن وقد يكشف الحيلة لا نبحر نحن أيضا ثم نعود قبله ونخرج الشباك من الحجرات الصغيرة نعم هذا هو الرأي الصواب انظر انظر يا كبير الصيادين هذه كمية لم نصدها طوال حياتنا أخرج الشباك في صمت أسرع قبل عودة باقي الصيادين يا للحظ السعيد آه لا أستطيع أن أخرج الشباك وحدي كل هذا كان سيضيع منا بسبب يوم السبت أسعارنا واحدة لا نقبل المجادلة تذكروا لا يوجد في القرية كلها أسماك إلا لدينا من أين أتيت بالسمك؟ لقد كنت أنا أيضا في البحر ولم أصد شيئا هذا اعتراف منك بمهارتي وقلة درايتك بل هي الحيلة لقد كنت بالصيد في يوم السبت السمك طازج يشهد على ادعائك ألقيت الشباك بالأمس في يوم التحريم ورفعتها اليوم نعم فعلت ذلك ما شأنك أنت؟ اسمع يا ميمون لقد تحملنا طمعك وفسادك ولكننا لا نتحمل أن تغضب الله وتتحايل على شريعتنا ونسكت سوف يحل الغضب علينا جميعا إذا لم يعجبكم الحال فاخرجوا من القرية ودعوها لنا إنها قريتنا مثل ما هي قريتكم لن نخرج منها اسمعوا يا رجال لنبني جدارا يعزل بين الفريقين أوافقك على هذا الاقتراح حتى لا يزعجنا كل حقود وفاشل وأنا أوافق حتى لا تقع عيناي على فعل يغضب الله خزوا خزوا واشكروا الرب الذي وفر لنا هذا الطعام غدا تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى أما يوم السبت هذا فيجب علينا أن نتفرغ فيه للتعبد والدعاء كانت فكرة إشعال النار في يوم الجمعة فكرة رائعة نعم فنحن نستدفئ في يوم السبت دون أن نحمل الذنب في إشعال النور هل ألقيتم الشباكة في البحر؟ نعم بالتأكيد وغدا سيكون الصيد وفيرا ونملأ أيدينا بالنقود وبالذهب إلى أين تذهب يا زوجي؟ في هذا الجو العاصف أريد أن أزور جيراننا خلف الجدار لماذا؟ من واجبنا أن ننصحهم ونعظهم لما تعزون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ معذرة إلى الله ماذا تعني؟ أريد أن أعظ أهل قريتي ليعذرنا الله تعالى ويعلم أننا قد أدينا واجبنا وأمرناهم بما فرض علينا رأيي أن تدعهم لعذابهم فإنهم لا يستحقون النصيحة قرد أيها الناس أيها الناس إني أرى قردا متوحشا من أين أتى؟ وكيف دخل قريتنا؟ إنه يضحك لماذا تضحك أيها القرد؟ صوتك أيها القرد يذكرني بصديق قديم اسمه شمخون إنه أنا شمخون شمخون أنا ولكنني لست قردا تعدى بيها القرد ماذا؟ بل أنت القرد انتظر انتظر بدأت أفهم لقد تحولنا جميعا جميعا إلى قرود يا له من ذكاء بالنسبة لقرد نعرف هذا ولكن ماذا سنفعل؟ كيف سنظهر أمام الناس بهيئة قرود؟ لنستمر في الحياة على أي صورة لا أحد يريد شراء السمك أين ذهب جيراننا أهل القرية؟ ومن هؤلاء القرود؟ لم يتحول سمحون إلى قرد أدفع ذهبي كله وأعود إنسانا يوما واحدا هل نبلغه أننا أهل قريته وأصحابه؟ ربما يساعدنا يا سيد سمحون يا كبير الصيادين هه؟ إنه صوت آدمي كيف هذا؟ نحن جيرانك وأهل قريتك استيقظنا اليوم على هذه الحال لا حول ولا قوة إلا بالله هل تستطيع أن تساعدنا لنعود بشرا؟ كيف؟ إنه أمر الله ولا راد لقضائه فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا كردة خاسئين حمدا لله تعالى عادت الحيتان إلى البحر يا زوجتي اقتسم ما رزقنا الله به مع إخواننا الصيادين واقتطعي جانبا لنتصدق به على جيراننا المساكين خلف الجدار لا تذكرني بهم إنهم لا يكفون عن التشاجر والصراخ طوال النهار ولا يكفون عن البكاء والنحيب والتحصر طوال الليل هذا جزاء من يغضب الله لو علم المزنب بهول العقاب لما أقدم أبدا عرازم آه يا ليتنا لم نستمع لكلام ميمون نحن جميعا جوعة وهو الوحيد الذي يحصل على الطعام طعام مهين الموت أفضل منه بكثير صار أصحاب السبت آية لمن يتحايل على شرع الله أو يظن أنه أعرف بشؤون حياته من خالقه ورازقه عندما يخالف العبد ربه يهبط من كرامة الإنسان إلى مرتبة الحيوان ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين نزلت سورة الكهف قبل هجرة بعض من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة وفهم الصحابة حينها أن هذه الصورة سوف تؤهلهم لما هو قادم من تضحيات الفرار بالإيمان لذا كان للصورة وقت نزولها دور في التأهيل لما هو قادم من عظائم وشدائد من هذه القصص التي تحكي عن أولئك الفتية الذين فروا بدينهم معتصمين بربهم إلى أن آواهم الله في كهف نسيب إليه فيما بعد إنهم أصحاب الكهف الذين فروا بالإيمان من الطغيان والضلال وشهدت بإيمانهم آيات القرآن الكريم ويروى أن هؤلاء الفتية كانوا يعيشون في بلدة بالأردن وكان أهلها يعبدون الأصنام ويشيدون لها المعابد ولا يرضون أن يمسها أحد بسوء ويعاقبون كل من يكفر بها ولا يعبدها في هذا المجتمع الذي ساد فيه الفساد والضلال ظهرت هذه المجموعة من الشباب قلة قليلة حكمت عقلها ورفضت السجود لغير خالقها الله الذي بيده مقاليد كل شيء فتية آمنوا بالله فثبتهم وزاد في هداهم وألهمهم طريق الرشاد أخذ دين التوحيد ينتشر تدريجيا بين الناس الأمر الذي أزعج حكام هذه البلاد ولم يطيق تراجع عبادة الأصنام أمام انتشار دين التوحيد فعمدوا إلى التصدي لأتباع هذا الدين وإذائهم وتعذيبهم ورغم وحشيتهم فقد فشلوا في الحيلولة دون انتشار هذا الدين الجديد أي آلهة غليظة تلك التي يعبدونها وترضى عن قتل الإنسان لأخيه الإنسان الإله الحق لا يرضى بالظلم والقتل كأن العالم قد أصيب بالعمى إلى متى سنظل صامتين على ما يحدث يا ماكسيميليان لا نملك إلا الصبر ولكن على أي الأحوال فإن مقامنا في هذه البلاد لن يطول ماذا يدور برأسك يا ماكسيميليان؟ قريبا سأطلعك على ما أفكر فيه لقد ثبت الله هؤلاء الفتية وصبرهم ودلهم على الحق والحقيقة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وليست هي الأوثان ولا الأصنام لقد قلنا إذا شططا لو قلنا بمثل ما يقول قومنا ولا بعدنا عن الصواف نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بي فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا إلهي خرجنا من هذه القرية الظالم أهلها ولا تجعل لهم علينا سبيلا اللهم ربط على قلوبنا وهدنا سبيلا الرشاد أنت الله الواحد الأحد رب الأرباب وخالق كل ما في هذا الكون سيدي ماكس مليال اقترب اقترب يا أخي مليخة أعتذر أني قطعت عليك الصلاة لا عليك ما الذي تحمله معك؟ أحمل إليك بعض الحليب فأنا لا أملك غيره لزاك الله خيرا يا أخي سيحل الظلام يا سيدي ولابد أن أعود بأغنامي وأنا أيضا سأعود إلى داري رعاك الله يا سيدي سيدي دقيانوس ماذا وراءك يا جوليوس؟ نبأ سيء يا سيدي ماذا هناك؟ لقد حطموا تماثيل الآلهة التي بالمعبد الكبير من تجرأ وفعل هذا؟ وأين كان حارس المعبد؟ قتلوا يا سيدي العناة ستحل علينا إن لم نجد هؤلاء الخوانة انصبوا المشانق والصلبان أشعلوا المحارق لقنوهم درسا لا ينسى أيها القائد أنطونيوس فلتخرج من بينهم البالغين من الرجال أنت وأنت وأنت من يريد منكم أن يبقى حيا فليدل على الخوانة نفذ الأمر الآن سمعا وطاع إن هذا المجنون يقوم بمذبحة في حق الشعب إنها أوامري انتقاما للآلهة التي تحطمت عجبا ولماذا لم تدافع هذه الآلهة عن نفسها؟ ماذا قلت الآن يا مارتنيوس؟ ما سمعته يا أبي إنك تردد كلام هؤلاء المارقين إنني أردد كلام العقل يا أبي أنتم تعبدون آلهة صماء لا تضر ولا تنفع إذن فأنت منهم ولا أستبعد أن تكون أنت وآخرون من اقتحم المعبد وقتل حراسة ليتني كنت معهم مارتنيوس سأتظاهر بأني لم أسمع شيئا ولكن تأكد أني لن أتورع عن فعل ما يتوجب علي تجاهك إذا تم كشف أمرك أنت وأمثالك لقد صدق جوليوس في ظنه يا ماكس مليان ها؟ ماذا تعني يا سيدي؟ وأي ظن؟ الخيانة من داخل القصر سيدي أرجو أن لا تصدق كل ما يقوله هذا المدعو جوليوس لقد انكشف الأمر أمام عيني ولا أستطيع أن أنكره ماذا تقصد يا سيدي؟ إنه ولدي مارتنيوس؟ ماذا به؟ لقد أعلنها أمامي بكل وقاحة أنه يتمرد على الآلهة بل ويزدريها سيدي إنه ما زال صغيرا والشباب في هذا السن إنه يتبع دين هؤلاء العبيد المارقين ولا أستبعد أن يكون له يد فيما حدث بالمعبد الكبير كانت فكرة بقائهم في المدينة وتعريض دينهم للخطر تبدو فكرة مستحيلة ومن ثم استقر عزمهم على الخروج من المدينة وكان إيمانهم بالله وحرصهم على عقيدة التوحيد أغلى من بقائهم في بيوتهم ومن كل متاع الحياة التي نشأوا فيها لقد كان مارتينيوس أكثر شجاعة منا لقد تهور أخي ولم يكترث بالعواقب كم أخشى عليه من بطشي أبي يبدو أنه قد حانت لحظة الحقيقة والمواجهة تريث يا زوجي ولا تدفع أبي لأن يفعل ما لا يحمد عقباه وأنا لا أستطيع أن أفعل ما يخالف إيماني سيكون أبي ساعتها كالأسد الجريح ولن يتورى عن فعل أي شيء فلنرحل من هنا إذن اتركوني لماذا تأخذونني؟ إنني أصنع تمثيل الآلهة وأبيعها دعوني أنا لم أفعل شيئا دعوني قيدوهم هيا إنهم مارقون ويتبعون هذا الدين الجديد لا تأخذنكم بهم رحمة هيا لا تتكاسلوا أسرعوا هيا أيها الكسالة تحركوا أراك قد أخطأت عندما كشفت حقيقة إيمانك أمام أبيك يا مارتينيوس لم أعد أكترث بأية عواقب لقد دقت ضرعا بما يحدث أريد أن أجاهر بإيماني أمام العالم أجمع إلى متى نكتم إيماننا أيها الرفاق؟ ألسنا على حق؟ بلى مهلا يا رفاق لا نريد أن ننزلق إلى أية حماقات فالعيون تترسدنا ولن يتورع دقيانوس عن فعل أي شيء لو بقينا مع هؤلاء القوم فتنونا في ديننا وعذبونا نترك إذن هذه البلدة وما يعبدون وإلى أين نذهب؟ إن أرض الله واسعة وهذا ما استقر عليه عزم أيضا ولكن علينا أن نكتم إيماننا حتى تحين اللحظة المناسبة للنجاة بديننا صمتا توقف ماذا هناك؟ هناك من يراقبنا ويتسمع لما نقول من هذا؟ إنه الجاسوس الذي يطلقه جوليوس إنه يسير خلفنا في كل مكان هل سمع شيئا؟ سأتولى أمره وأخرس لسانه إلى الأبد إلهي ساعدني يا إلهي إن الحيرة تملأني لا أدري كيف أصنع لا أريد أن يسجد وجهي لغيرك يا إلهي ألهمني سبيل الرشاد إن الظالمين يتحكمون في كل شيء متى ستكسر شوكتهم وتدمر قدرتهم؟ اللهم لا تحرمنا رحمتك وقف بجانبنا يا الله في هذه المحنة وجاء اليوم الموعود يوم الامتحان والابتداء والنعمة اليوم الذي يحتفن فيه هؤلاء الوثنيون بآلهتهم المزعومة ويكتشف الحضور غياب ماكسيميليان ورفاقة فيومي أوديقيانوس إلى جوليوس الذي يتحرك مع جنوده إلى خارج المعبد وجاءت اللحظة الفاصلة بعد أن عزموا على فراق الوطن والأهل فرارا إلى الله وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا خرج المؤمنون في جوف الليل يتقدمهم الراعي مليخة والكلب يسبقهم بمسافة لتأمين الطريق دخل الفتية إلى الكهف ليختبئوا فيه ويأووا إليه فقد كانوا في حاجة إلى مأوى يحميهم من الوحوش الكاسرة أو من أعدائهم فكان الحل هو الكهف لن نطيل البقاء أيها الرفاق نرحل من هنا قبل شروق الشمس أشعر بالضعب والنعاس وأنا أيضا لا أستطيع مقاومة النوم أقترح أن يبقى أحدنا مستيقظا كي لا يبغيتنا أحد اطمئن يا سيدي فكلبي سيقوم بهذه المهمة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا إن الله يلقي بالنوم على عباده للطمأنينة فألقى الله النوم على أصحاب الكهف فالنوم راحة للأجساد وطمأنينة للقلب لقد ألقى الله على الفتية هيبة فلا يراهم أحد إلا خاف وفزع منهم وهذا من فضل الله عليهم لحمايتهم من دخول أحد الكهف وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا مرت الأيام والسنون والفتية ما زال نائمين لم يستيقظوا وهنا تتجلى قدرة الله عز وجل حيث تطلع الشمس وتغيب وهم ما زالوا نيام يرعاهم الله بقدرته فيبقي أعينهم مفتوحة طوال تلك المدة لأنها إذا بقيت مغلقة تتأذى كما يقلبهم الله بقدرته حتى لا يصيب أجسادهم القرح والتآكل من طول مدة الاستلقاء والنوم وكانت الشمس كلما طلعت مالت عن الكهف باتجاه اليمين وعند غروبها تميل باتجاه الشمال حتى لا تتعرض أجسادهم لحرارة الشمس القوية وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ومرت أجيال وأجيال ونسي الناس أمر الفتية النائمين في الكهف ومات الحاكم الطاغية وجاء بعده ملوك وتبدلت معالم المدينة تماما وتشاء قدرة الله تعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من ثلاثة قرون استيقظوا استيقظوا أيها الرفاق قدمي تؤلمني بشدة ترى كم من الوقت مضى علينا ونحن نائمون لقد انصرم نصف الليل وأظن أن هذا هو الزمن الذي نمنا فيه أظن أننا نمنا أكثر من هذا ربما نمنا يوما بأكمله ولم نشعر بذلك نظرا لما حدث في الليلة الفائتة أشعر بالجوع الشديد حسنا من يحمل نقودا؟ أنا أنا أحمل قليلا من النقود ولكن من سيذهب لإحضار الطعام؟ إن وجوهنا معروفة وسينكشف أمرنا لو خرج أحد منا سأذهب أنا يا سيدي فإن أحدا لا يعرفني وأستطيع القيام بهذه المهمة حسنا تخير أفضل الطعام واحرص أن لا يتبعك أحد أثناء عودتك وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا تعجب الراعي عندما رأى المدينة وقد تغيرت معالمها فالبيوت غير البيوت وأناس لم يرهم من قبل رأى اختلافا كبيرا في شكلهم وملابسهم ومنازلهم وطرقاتهم يا إلهي لقد فقدت عقلي وغاب عني صوابي أين تماثيل الآلهة؟ وأين معابدهم؟ أين البائع؟ أريد طعاما بهذه الدراهم ما هذا؟ من أين لك بهذه الدراهم؟ من أين أنت يا هذا؟ هل أصبت كنزا من كنوز الأولين؟ أي كنزا يا هذا؟ أيها الناس أيها الناس لقد عثر هذا الرجل على كنز تعالوا لتروا هذه النقود التي معه تعالوا أيها الناس تجمع الناس حول الراعي المسكين وتدخل الجنود واقتادوه إلى الحاكم من أين أحضرت هذه النقود أيها الراعي الطيب؟ إنها من عهد الامبراطور إدريانوس هذه نقودنا يا سيدي لقد خرجنا بالأمس واختبأنا في الكهف فرارا بديننا من ديقيانيوس يا إلهي أتكونون أنتم أشراف هذه الأمة؟ الذين فروا بدينها من الطاغية منذ أكثر من ثلاثة قرون أين مقامك الآن أيها المباركون؟ نحن نختبئ في كهف غائر في الجبال القريبة سوف أذهب معك بنفسي هيا تقدم الحاكم الجميع حتى وصل إلى الكهف وهناك طلب الراعي دخوله وحده إلى الكهف حتى يخبر أصحابه بما جرى كي لا يخافوا ويجزعوا إذا رأوا مجموعة من الناس تدخل عليهم فدخل وأخبرهم بما حدث وبعد أن علموا وأيقنوا قدرة الله أماتهم الله حفاظا عليهم من التعظيم وفتن الدنيا بعد أن علم الناس قصتهم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراءاً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحداً يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة من بني إسرائيل أحدهم أبرص يعاني من مرض جلدي والثاني أعمى والثالث أقرع لا ينبت الشعر في رأسه مرحباً بك يا عزراً يا سيد شمعون جئت إليك راجعني المصاهرة لأتزوج إحدى ابنتيك ماذا لديك من المال؟ ليس لدي مال أدخره ولكنني قوي البنيان وأعمل أديراً عند من يطلبني انظري إلى هذا الأقرع الذي يريد الزواج بواحدة منه ليس أقرع فحسب وإنما أيضاً فقير لحظة سأسأل الفتاتين تفضل يا سيدي تفضل تسألنا عن ماذا يا أبي؟ لم يبقى غير هذا الأقرع ليتقدم إلينا إلى هذا الحد تريد أن تتخلص منا أقرع اخفض صوتكم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَنِ اسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ سمعت أنك تحتاج إلى مساعد يعاونك في بيت العطور طالبك مرفوض أيها الأبرص لماذا؟ إنني مجتهد ومخلص هل جننت؟ إنني أبيع العطور العطور فمن يشتري مني إذا كان مساعدي أبرص تؤذي رؤيته الناس هيا ابتعد عني هيا الأرزاق بالله وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنظروا أنطقون أيها الناس ألا يوجد من يدلني إلى طريق السوق؟ انظري يا اليورا إنه أعشر الأعمى أنت تعرفين اسمي يا باتية فلماذا تنادينني بالأعمى؟ ما هذا اليوم العجيب يبدأ بأقرى وينتهي بأعمى هيا انضي عني واتركاني أبحث عن شخص يدلني إلى طريق السوق سقطت في الوحل يا أعمى شكرا لكم على هذه المساعدة أنا الذي مددت لك يدي وجلبتك من الماء لا أدري كيف أكافئك الأمر بسيط أعطني نقودك لا أملك شيئا للأسف أتعرف أن الذي مد إليك يده أبرص لقد أذاك بالمساعدة ما الذي يضحكك إلى هذا الحد يا أقرى؟ أقرع وأبرص وأعمى؟ إذن الحال من بعضي ألست ما جائعين؟ آه إنني أتدور جوعا إنني أشم رائحة التمر شيء طبيعي فنحن نجلس تحت نخلة أيها الأعمى إذن ليتسلق أحدكم النخلة ويلقي إلينا بالتمر وسنحفظ له نصيبه ولماذا لا تتسلقها أنت؟ إنني أعمى لا أرى موضع قدمي وأنا أبرص كيف أمسك التمر بيدي؟ وأنا أقرع وأخشى على رأسي من أشاعة الشمس حجة فارغة يجب أن نتعاون معا وإلا هلكنا جوعا صدقاني لماذا لا يرد علي أحد؟ آه ليتني أجد عملا ولكن من يقبل أن يستعين برجل مريض مثلي؟ وبعث الله ملكا من السماء إلى الرجل الأبرص ما هذا الضوء المبهر؟ طمأنه الملك الكريم وقال له أي شيء أحب إليك؟ أحب الأشياء إلي؟ آه لون حسن لون حسن وجلد حسن ويذهب عني ذلك المرض مسح الملك الكريم جلد الرجل فشفي من المرض وذهب عنه البرص هل هذه يدي؟ وهذا جلدي حقا؟ الحمد لله قال الملك أي المال أحب إليك؟ إنني أحب الإبل ولكن من أين لي بها؟ أين ذهبت يا سيدي؟ إنها ناقة الناقة التي تمنيتها يا كرم الله قال الملك بارك الله لك فيها الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وذهب الملك الكريم إلى الأقرع أرجوك أن لا تؤذيني وإن كنت أظن أن ذلك النور والبهاء لا يأتي إلا بكل خير وقال له أي شيء أحب إليك؟ شعر حسن ويذهب عني ذلك القرع الذي جعل الناس يهزؤون بي ما هذا الذي ألمسه بيدي؟ من هذا الشاب الجميل؟ هو أنا شكرا لك يا رب شكرا لك يا رب قال له الملك فأي المال أحب إليك؟ البقر البقر يساعدني في فلاحة الأرض ويطعم صاحبه ويسقيه أه أه كيف جاءت هذه البقرة إلى هنا؟ قال الملك قبل أن ينصرف بارك الله لك فيها ما هذا الريح الطيب؟ هل عادت إفرات؟ أم أن في كوخ المتواضع ملك من السماء؟ أعاد الملك على الأعمى نفس السؤال أي شيء أحب إليك؟ أن يرد الله إلي بصري فأرى الناس من حولي لماذا تمسح بيدك على عيني يا سيدي؟ آه 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 إنني أرى إنني أرى ها هو المرعة ها هي السماء؟ ها هي السماء التي طالما تخيلتها؟ لا لا إنها أجمل من الخيال سبحان من هذا خلقه وسأل أي المال أحب إليك؟ الغنم لكم وددت أن أكون راعي لله؟ سبحان الله الحمد لله على ما أعطى ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار أخذ كل واحد من الثلاثة عطاء الله ومضى في طريقه وتحقق الدعوة الملك الكريم بالبركة في الرزق لماذا تأخر عزرة عن الظهور؟ أشهر بالضمأ الشديد عفواً أيتها السيدات فالبقرة والدت اليوم وهي تحتاج إلى إرضاع وليدها بارك الله لك انظري إلى شعره الحريري الذي يتطير مع النسيم لنذهب إلى ميخ فلبن الإبل أفضل وألاز من لبن البقر لقد أحضرت لك يا سيد ميخ أفضل أنواع العطور وأغلاها أخشى أن تؤذي جلد هذه العطور الرديئة لا يا سيدي أقسم لك أنها مستخرجة من أفضل أنواع الزهور وأجملها رائحة لا حاجة لي بها إذن خذها هدية هدية؟ وما مصلحتك في هذا؟ إذا عرف الناس أن سيد ميخ صاحب أجمل وجه يستخدم عطوري لتهافت على شرائها إذن سأقبلها يشرفني يا سيدي أن أطلب الزواج بابنتك الطيبة إفرات يا ولدي أنت تملك واديا من الغنم ونحن فقراء لا نملك شيئا على كل حال يجب أن أسأل الفتاة عن رأيها وهل لي رأي بعدك يا أبي؟ هذا الخجل دليل القبول بارك الله لكما وأبعد عنكما وساوس الشيطان أخيرا رأيت وجهك الجميل وستصبحين زوجة لي يا إفرات ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وعاش الثلاثة في نعمة عظيمة ثم جاء وقت الامتحان أتى الملك الكريم في صورة رجل أبرص فقير انتظر يا من تطرق الباب لست واقفا خلفه والقصر كبير السلام عليكم ورحمة الله وعليك السلام نعم ماذا تريد أنا رجل مسكين وانقطع بي الحال في سفري فلا نجات لي اليوم إلا بالله ثم بك اختصر أرجوك ما طلباتك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتعيش به في سفري ناقة كاملة يا للجرأة هل جنينت؟ هيا اذهب كأني أعرفك أنت أيها الفقير تعرفني كيف؟ ألم تكن أبرص يستقزرك الناس فقيرا فأعطاك الله بالطبع لا إنما ورثت هذا المال أبا عن جد إن كنت كاذبا أدع الله أن يعيدك إلى ما كنت عليه أين القصر؟ وأين وادي الإبل؟ أنت؟ أيها الأقرع ماذا تريد يا هذا؟ ألا تعرفني؟ أنا السيد ميخة أغنى الأغنياء بل كنت أغنى منك بوادي البقر قبل أن يضيع كل شيء في لحظة هل أنت صاحبي عزرة؟ ولكن أين شعرك؟ جاءني رجل أقرع يسألني حسنة ولكنني رفضت أن أعطيه الذي جاءني كان أبرص آه هذه صورتنا القديمة التي نسيناها وتنكرنا لها من قال أنني كنت أبرص؟ انظر إلى يديك يا إلهي ما هذا الجلد القبيح؟ أقبح منه قلبك أيها البخيل لم يعد إلا هذا الأقرع ليسخر مني لولا خشيتي من أن ألمس جلدك لضربتك حتى الموت ألم يرى أحدكم زوجي عزرة؟ زوجك عزرة؟ آه نعم إن له علامة مميزة شعر كالحرير هيا يا أختي نبحث عن زوجينا في مكان آخر وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون وجاء الملك الكريم إلى الثالث في صورة رجل أعمى احذر أن تسقط في النهر يا سيدي رجل مسكين وابن سبيل كلنا مساكين وأبناء سبيل يا عماه لا تتعجب كنت أعمى مثلك أستحلفك بالذي رد عليك بصرك أن تعطيني شاة تعينني في سفري المال مال الله خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لم أمنع عنك شيئا أخذته من الله أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك ما يفتح الله للناس من رحبة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون